يروج الصينيون لطريق الحرير الرقمي كحل لاحتياجات إفريقيا من البيانات ومواكبة تحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده القرى ولأجل ذلك وعدت بكين بتمويل عشرة مشاريع لها صلاب الاقتصاد الرقمي ومنح قروض مالية لبناء وتوريد معدات في مجال التكنولوجيا سياسة منح أغرقت إفريقيا بالديون كما يقول الغرب الذي يرى خطر بكين يهدد نفوذه في القرى وعليه أطلق مبادرة عنوانها بناء أفضل للعالم أهلا بكم إلى برنامج الرابط إذن تروج الصين لطريق الحرير الرقمي في سياق سعيها لاستكمال مسار مبادرة الحزام والطريق وبناء على هذا نتساءل ما الذي تسعى الصين إلى تحقيقه سياسيا واقتصاديا من إفريقيا نتساءل أيضا هل تعزز تلك التحركات تحالف واشنطن وأوروبا لاستعادة نفوذها في القرى إذن الصين تروج لطريق الحرير رقمي هذا في قارة إفريقيا استكمالا لمبادرة الحرير والطريق أو الحزام والطريق بعدما قطعت فيها مشوارا طويلا لكن الاستثمارات الصينية تصطدم بانتقادات غربية ومبادرات منافسة لها في ظل مزاحمة دول ذات نفوذ في القرى الصين تحصد ثمارا زرعتها في إفريقيا فبعدما وجدت موطئ قدم لها في البلد خلال السنوات الماضية تمضي قدما وتعزز وجودها بنسخة رقمية من مبادرة الحزام والطريق المبادرة التي تسعت رقعتها لتشمل أكثر من سبعين دولة الاتحاد الإفريقي ضرب موعدا عام 2030 لربط أعماله الحكومية رقميا ولذلك يحتاج إلى ألف ميجاوات وقرابة 700 منشأة من أجل إحلال البيانات الجديدة بكين اقتنصت حاجة القرى هذه هنا في السنغال افتتحت مركز بيانات حكومي خارج العاصمة شرقا في الكاميرون وزامبيا وتوغو وتنزانيا وكينيا والقائمة طول أنشأت مشاريع مماثلة هذه المشاريع وغيرها مدعومة من شركة هواوي التي تؤسس مراكز بيانات وخدمات سحبية بملايين الدولارات في عدد من دول القارة شركة الاتصالات الصينية بنت أيضا قرابة 50% من شبكات الجيل الثالث في إفريقيا و70% من شبكات الجيل الرابع على مدار العقدين الماضيين وفقا للمركز الإفريقي التابع للمجلس الأطلسي معطيات تستند إليها بيكين في التدليل على متانة العلاقة التي تربطها بإفريقيا دخل منتدى التعاون الصيني الإفريقي عامه الحادي والعشرين وبغض النظر عن محاولات بعض القوى الغربية تشويها التعاون الصيني الإفريقي فإن شعوب القارة دائما ما يكون لها رأيها الخاص فهم يعرفون من هو صديق الذي كان دائما ينفعهم بمشاريع حقيقية وجيدة لهم في تصريحه هذا يغمز وزير الخارجية الصيني إلى انتقادات تطارد بيكين بجان إغراقها إفريقيا بالديون في إطار مبادرة الحزام والطريق فخ ديون ليست تهمة الوحيدة فواشنطن تقود حلفا غربيا يوجه سهم انتقاد لبيكين باستخدامها شركة هواوي لأغراض تجسسية اتهامات تنفيها الصين في كل مناسبة وفي عالم متعدد الأقطاب تتزاحم دول المتنافسة النفوذ على القارة فكشف الاتحاد الأوروبي اللي ثام عن مبادرة البوابة العالمية لتنمية الدول الفقيرة بروكسل رصدت ميزانية سخية لخطتها الباعدة واشنطن هي الأخرى رصدت مبادرة مماثلة تحت مضلة مجموعة السبع في يونيو الماضي المبادرة التي حملت اسم إعادة بناء عالم أفضل لا تزال حبرا على ورق لكن الحلفاء يعولون عليها في مجابهة الصين تزدحم أفريقيا بالمبادرات غير أنها لا تزال ترزح في زمن الجائحة الزمن الذي لم يتعافى منه العالم بعد وفاق مجرح القارة صحيا واجتماعيا ومعيشيا واقتصاديا في وقت تبحث الدول المتنافسة على حصتها فيها ولو رقميا قبل البدء بنقاش حلقة هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط إذن ما الذي تسعى الصين إلى تحقيقه سياسيا واقتصاديا من أفريقيا وهل تعزز تلك التحركات تحالف واشنطن وأوروبا لاستعادة نفوذها في القارة أطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي معي من بكين عبر تطبيق زوم الدكتور إنار تانجن الأكاديمي والخبير في شؤون الصينية ومعي من واشنطن عبر سكايب أسايد ديفيد هاملتون تشين الدبلوماسي الأمريكي السابق مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ نقاشي مع ضيفي من بكين الدكتور إنار دكتور إنار أين وصلت بكين بمشروع طريق الحرير الرقمي هذا وكيف يدعم مبادرة الحزام والطريق يجب أن نتذكر أولاً أن شي طرح هذه الفكرة عام 2013 حول الإنترنت وكان هناك من يقول أن هذا لا يتماشى مع سائل العالم والآن العالم بدأ يتصابق على ذلك أيضاً نتحدث عن ذلك عن تعاون صيني أفريقي وقال أن طريق حرير رقمي هام جداً ويجب أن نتذكر أن أفريق ليست لديها الكثير من الأنظمة المتقدمة والنظام المصري في ناضج في أحسن أحواله وبالتالي من المنطق ألا نعتمد الطرق التقليدية بل أن نكون صباقين وأن نتبنى الاقتصاد الرقمي وقد يتضمن ذلك العملات الرقمية أم لا ولكن على الأقل أن يكون هناك البيانات الرقمية وسماح باستخدام العملات الرقمية على الهواتف بدلاً من الاعتماد على المصارف التقليدية ما تحاول الصين فعله هي بحاجة إلى أفريقيا وصين هي إذن لطالما كان لديها علاقات قوية وصديقة مع أفريقيا وأحياناً كان فيها بعض الصعوبات أو الأمور الشائكة ولكن هذه الأمور تبرزها دول غير الصين مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تقول أن الصين تحاول أن تشتري أفريقيا وهذا الكلام لا أساس له فأن الغرب يتعهد بعشرات ملايين الدولارات ولكن نتحدث عن هذه النقطة غدات مع ضيفي من واشنطن دكتور إنار اسمح لي أن أذهب بالسؤال لسيد ديفيد سيد ديفيد كيف تنظر واشنطن إلى مشروع طريق الحرير الرقمي هذا الذي يضاف إلى مبادرة الحزام وطريق الصينية وبالنتيجة يعزز نفوذ بكين في القرى السمراء أعتقد أن واشنطن تنظر إلى طريق الحرير الرقمي لأنه جزء يتخذ أهمية متزايدا من الحزام والطريق ولفهم واقع الحال يجب أن ننظر في آخر أشكال التعاون الصيني الأفريقي في سنغال حيث تم تعزيز طريق الحرير الرقمي على أنه من بين المبادرات التي سوف يتم النظر إليها مستقبلا والصين تقلل من القرود في المشاريع التقليدية وتنقلها أكثر إلى بعض المشاريع ضمن طريق الحرير الرقمي وتنظر واشنطن إلى ذلك على أنه مصدر للقلق والغرب في الماضي كان متقدما جدا في البعد الرقمي ويرى أن هذا التقدم مهددا من قبل طريق الحرير الرقمي اليوم أعود بسؤالي دكتور إنار دكتور قبل قليل نفيت عن الصين تهمت أن تكون لديها أهداف أخرى غير الأهداف الاقتصادية والتجارية في إفريقيا ولكن كما ذكر ضيفي من واشنطن هناك اليوم قلق غربي من أهداف أخرى تتعلق ببسط النفوذ المراقبة ربما التباعية وحتى أهداف عسكرية ربما يتخوف منها الغرب من خلال وجود الصين في إفريقيا كيف تنظر اليوم الصين إلى هذه المخاوف وهل حقا الهدف الأساسي لوجود الصين في هذا المشروع هو هدف اقتصادي؟ نعم الأهداف هي اقتصادية أساسا ولكن طبعا هناك بعض الاعتبارات السياسية فكما رأينا كلما تزايد الوجود الصيني كلما استرعى ذلك اهتماما سياسيا أكبر خاصة وأن بكين تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تحاول أن تحافظ على هيمنتها وتكتسب سيطارة أكبر بالنسبة للصين فهي بحاجة إلى طرق تجارة وأسواق جديدة وبحاجة إلى أفريقيا ولكن أيضا أسيان وأسيا الوسطى والولايات المتحدة وأوروبا إن أمكنها ولكن باعتبار أن الكثير من الشركات مثل هواوي وغيرها وضعت على القائمة السوداء فتعتبر الصين أن هذا تهجم على المبادرة أو حرب رقمية مهما كانت التسمية وترى الصين أنه يجب أن يكون هناك لدن ليس مباشرة ضد أوروبا والولايات المتحدة ولكن بحثا عن فرص وأسواق جديدة سيد ديفيد أسألك أليس مبررا اليوم تمدد بكين اقتصاديا وحتى سياسيا حيثما تراجعت واشنطن بقصد أو بغير قصد بمعنى آخر ألم تكن واشنطن سببا مباشرا أو غير مباشر لتمدد الصين في أفريقيا طبعا إذا ما كنت القيادة في الصين فهذه السياسة منطقية ويجب اتباعها وأعتقد أن أحد الأسباب الأخرى التي تدفع الصين في تحركها هذا هو للسيطرة على طريق الحرير الرقمي على الأقل في أفريقيا هو أن تحاول أن يكون هناك عولمة للمعايير الفنية الصينية في الماضي كانت الشركات الغربية أساسا التي تملي المعايير المطبقة على الرقمنا من حول العالم والصين باتت تهدد ذلك اليوم وهناك بعض المزايا التي تتمتع بها الصين لأن هذه الشركات لديها علاقات وثيقة مع الحكومة الصينية من العلاقة بين الشركات الغربية مع حكوماتها وبالتالي هناك قلق في الغرب بأن إحدى الأهداف من ذلك قد تكون سحب البعد الحيادي للإنترنت وعلى أن يكون هناك سيطرة حكومية أكبر على الإنترنت كما نراه يحصل داخل الصين نعم نقطة مهمة سنعود إليها ولكن نذهب لنتعرف أكثر على استثمارات الصين في أفريقيا استثمارات بمليارات الدولارات تغذقها الصين على القرى الإفريقية ضمن مشروع الحزاب والطريق استثمارات وديون وتبادل تجاري نتعرف على أرقامها في التقرير التالي ونعود إلى النقاش تستعوذ الصين على 21% من إجمالي الديون في القارة الإفريقية والتي تصل إلى نحو 365 مليار دولار وفق أحصاءات مؤتمر نادي باريس وضمن استثماراتها في القارة السمراء كشف بنك التنمية الإفريقي قيام الصين بإقراض الدول الإفريقية 170 مليار دولار بين عامي 2000 و2017 لبناء طرق وجسور وملاعب ومستشفيات في إطار ما يعرف بمبادرة طريق الحرير الجديد الاهتمام الصيني الكبير في التواسع بالقارة السمراء يدفع بكين إلى الضخ استثمارات سنوية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي تم بناء 25 منطقة صينية للتعاون الاقتصادي والتجاري في 16 دولة إفريقية ولذلك بلغت قيمة التجارة الثنائية 187 مليار دولار في عام 2020 على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتوقعت وكالة ماكينزي الأمريكية أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من إفريقيا بحلول عام 2025 إلى 440 مليار دولار أي بزيادة قدرها 144% أستكمل النقاش وأذهب السؤال لدكتور إنار ضيفي من بكين دكتور إنار ضيفي من واشنطن قبل قليل ذكر نقطة مهمة تحدث عن البعد الحيادي للإنترنت وعن سيطرة الحكومة واحتمال سيطرة الحكومة الصينية على البيانات وهو قلق أساسي لدى الغرب هل تضمن بكين اليوم شبكات اتصال وبنية تحتية تكنولوجية وإنترنت آمن من خلال هذا المشروع؟ كما قلت سابقا فإن الصين تدعم فكرة سيادة الإنترنت مما يعني أن كل دولة مسؤولة عن الإنترنت داخل البلاد وهذا يتعارض مع كل ما تقوله الصين إذا ما حاولت أن تسيطر على البيانات في الدول الأخرى على العكس فإن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة هي التي تحاول أن تسيطر على الأمور وهي تستخدم مثلا نظام سوفت للتحويلات المصرفية عالميا إذن تستخل هذا النظام أداة ضد الصين وروسيا وإيران وحتى في أوروبا شكل ذلك مشكلة كبيرة وفي الوضع مع إيران فقالت الولايات المتحدة أن كل من يتعامل مع إيران سوف يحرم من هذا النظام في قرار أحادي إذن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الأمور ولكن أعتقد أن الضيف أثار نقطة هامة جدا يجب مناقشاتها وهي المعايير فأن الولايات المتحدة تستخدم معاييرها والصين أكثر نشاطاً ولا يمكن إملاء المعايير المعايير يتم وضعها من مجموعات على حسب من يستعد للقيام بهذا العمل لسن هذه المعايير والولايات المتحدة لأي أسباب كانت بعيدة عن هذا المجال وأتت الصين إليه وبالتالي الصين طبعاً مهتمة بأن تحافظ على ما تراه على أنه إنترنت حيادي ويبقى أن نرى كيف ينظر الآخرون إلى هذا الإنترنت وأعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتهم الآخرين بسيطرة على الإنترنت مع كل هذه الواقع أعود بالسؤال لسيد ديفيد سيد ديفيد كما جاء في إجابة الدكتور إينار الصين أيضاً ترى أن الولايات المتحدة تستخدم الإنترنت وتستخدم هذه الخدمات أيضاً للسيطرة ولديها معاييرها وتستغلها لبل تستغل هذه البيانات أيضاً ضد الصين وروسيا وإلى ما هناك يعني هناك اتهامات متبادلة السؤال الآن هل واشنطن اليوم تبرز هذا القلق من هذا المشروع الصيني على خلفية سياسية فقط؟ أعتقد أن النقطة الأساسية بالنسبة للسيطرة على الإنترنت لا تتعلق أساساً بأن الصين تحاول أن تسيطر على كل أبعاد الإنترنت وأنا أوافق مع دكتور إينار بأن الصين تؤمن بسيادة الدولة على الإنترنت ولكن ما تقوم به الصين على الأقل في بعض الدول الأفريقية مثل إثيوبيا وزمبابوي صراحة هو الترجيع على السيطرة داخل هذه الدول وهذا قرار الدول طبعاً ولكن هذا معيار تحاول الصين أن تشجع لتبنيه ودول الغرب وخاصة الولايات المتحدة تجدوا أن هذه ليست طريقة مناسبة للتعامل مع الإنترنت ويفضل أن يكون الإنترنت مفتوحاً وحيادياً وإذا ما كان كنا سوف نتحدث عن نظام سويفت فهذا مختلف تماماً عن حديثنا ولكن في الغرب القطاع الخاص عادة هو الذي يضع المعايير وليست الحكومات أعود بالسؤال لدكتور إينار دكتور ماذا بعد القارة السمراء في هذا المشروع؟ ولو تحدثنا قليلاً عن كابل، باكستان، شرق، إفريقيا، أوروبا والذي سيتم عبر طريق الحرير الرقمي الصين ملتزمة بأن يكون هناك عالم رقمي وهي تطور عملة رقمية وهي من بين النقاط الشائكة فإنه الرقمي وخاصة مع العلاقات التجارية لصين مع أكثر من 120 دولة وتتعامل مباشرة من خلال هذه العملة بدلاً من تعامل بالدولار هو أكثر من تهديد وجودي فإن العجز الأمريكي يتم تمويله من قيمة الدولار وإذا ما حدث ذلك فسوف يسيء كثيراً للميزانية الأمريكية في الأوقات الصعبة يتطلب قرارات صعبة إذن الصين مهتمة بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وكل المناطق التي تود أن تتاجر معها ولكن برأي الصين فهي لا تفرض رأيها على أي جهة فإذا كانت الدول تود أن تتعامل معها فليكن إن لم ترغب لمشكلة في ذلك أذهب بسؤال قبل الفاصل سيد ديفيد سيد ديفيد مراقبون يعتبرون اليوم هذا الكابل الذي سألت ضيفي من بكين عنه خطوة استراتيجية من قبل الصين للتفوق على اتحادات الاتصالات الدولية التي بالطبيعة تسيطر عليها الشركات الغربية هل تعتقد أن بكين اليوم قادرة على أن تكسب الرهان الذي تضعه على الحاجة الماسة والدائمة والمتنامية لخدمات التكنولوجيا والجيل الخامس وغيره في هذه الدول مع تأخر الولايات المتحدة في هذا المجال بالطبع طبعا في حالة أفريقيا فإن حدف الصين هو بناء ليس فقط الشبكات داخل الدول ولكن أيضا أن تقوم ببناء شبكة الكابلات لنقل البيانات والمعلومات في أرجاء أفريقيا وأيضا نظام الكابلات مثلا من برازيل إلى كاميرون أو من باكستان إلى أوروبا وفي محاولة للسيطرة أكثر على مستقبل نقل المعلومات والصين تمول معظم هذه المشاريع من خلال قروض والدول الغربية لا تقوم بتمويلها ويمكن أن نقول أن الصين تقوم بملء فراغ تركته الدول الغربية وهذا صحيح إلى حد ما ولكن أعتقد أن هذا يندرج ضمن هدف الصين طويل الأمار بأن تسيطر على التدفقات المعلومات العالمية نعم حلقة الرابط مستمر ضيفي الكريمين ومشاهدين لكن بعد فاصل قصير نذهب إليه ونعود إلى النقاش ابقوا معه مستمرون معكم مشاهدين في هذه الحلقة من الرابط وتوسع الصين في إفريقيا يفرض على الاتحاد الأوروبي اقتراح استراتيجية عبر الأطلسي لمنافسة نفوذ الاقتصادي لصين هذا ما تقوله مجلة ناشنال انترست الأمريكية التي دعت إلى التحرك سريعا نتابع هذا التقرير ونستأنف النقاش بعد ثماني سنوات من الأعلان عن مبادرة الحزام والطريق الصينية يبدو أن صنعي السياسة الأوروبيين باتوا يرون بوضوح أن المبادرة تصوب في مصلحة الصين فقط وباتت مفوضية الاتحاد الأوروبي تنظر الآن إلى الصين باعتبارها منافسا اقتصاديا وفق موقع دي ناشنال انترست اعتبر الاتحاد الأوروبي في البداية من أزمة منطقة اليورو عام 2008 و2009 واتخذ نهجا حذيرا تجاه مبادرة الحزام والطريق ومع ذلك سرعان ما أصبح واضحا أن التنمية العالمية الموعودة لمبادرة الحزام والطريق خلق التحديات للأعراف والمعايير الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لتعزيز تحريره وللوصول إلى حل هذه المعضلة لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبني تقييما قويا لمبادرة الحزام والطريق فحسب بل يجب أن ينشئ أيضا موقفا أوروبيا مشتركا وعبر الأطلسية إذا تركت مبادرة الحزام والطريق دون رادع فقد تتحدى التماسك بين الاتحاد الأوروبي وعبر الأطلسية ويدعم كاتب المقال هذا المقترح بالقول أنه يجب أن لا نفوت النقطة التي مفادها أن الاقتصاد عبر الأطلسي هو الكتلة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 36 تريليون دولار مدفوعا بالابتكار والمؤسسات القائمة على القواعد والقدرة التنافسية التكنولوجية موقع The National Interest يختتم المقال مشددا أنه مع دخولنا أوقات مضطربة في عالم ما بعد جائحة وعالم اقتصادي متوتر لا يوجد وقت أفضل من الآن لتطوير استراتيجية عبر الأطلسي التي لن تواجه فقط التدعيات السلبية لمبادرة الحزام والطريق بل ستكون استباقية في تعزيز الفرص الجديدة في الشرق الأوسط أعود وأفتح النقاش وأتوجه بالسؤال لضيفي من واشنطن السيد ديفيد سيد ديفيد بايدن كان أعلن عن مبادرة بناء أفضل للعالم في مواجهة الحزام والطريق وتم الحديث في أكثر من مناسبة عن ضرورة التكاتف لمواجهة التمدد الصيني سيما بين الولايات المتحدة والحليف الأوروبي لكن هل تغير شيء على الأرض؟ للأسف فإن مبادرة بناء أفضل للعالم تم طرحها على أن تكون بديلاً أو منافساً للمبادرة الصينية مبادرة الحزام والطريق أنا برأيهما مبادرتان مختلفتان فإن المبادرة الصينية تقليدياً ركزت أكثر على مشاريع البنى التحتية التقليدية في حين أن المبادرة بقيادة أمريكية لبناء أفضل للعالم تركز على تنمية البشرية وعلى علاقات قائمة على القوى الناعمة لا أرى أن يمكن للمبادرتين أن تنافسان بعضهما البعض كل مبادرة لديها مزاياها وسيئاتها وكل مبادرة مفيدة ولكن لا أعتقد أنه يمكن للغرب أن يقول أن مبادرته تنافس المبادرة الصينية فيكون هذا خطأ ويجب أن تتقدم هذه المبادرة وحدها من دون التنافس مع المبادرة الصينية أذهب بسؤال لدكتور إينار ضيفي من بيكين دكتور إينار هذه أوروبا اليوم قلقة من مشاريع بيكين أكثر من أي وقت مضى وترى أن مبادرة الحزام والطريق تخلق تحديات للأعراف والمعايير الاقتصادية للاتحاد الأوروبي هل تشعر بيكين بقلق أوروبا التي كانت متعاونة معها قبل وقت؟ وكيف تسعى لمعالجة هذا القلق؟ الذي ربما قد يدفع لتعاون أكبر بين واشنطن وأوروبا بالطبع كما أشار ضيف الكثير من الجهود التي تبثلها أوروبا والولايات المتحدة على مستوى التنمية البشرية ولا أرى مشكلة في ذلك المشكلة الوحيدة لبيكين تكون إذا كانت هذه الجهود تهدف إلى تقويض الصين أو تقول للدول أنه لا يجب أن تلجأ إلى التكنولوجيا الصينية في هذه الحالة سوف يكون هناك حرب لن تساعد أي طرف ولكن يجب أن نضع الأمور في سياقها فكان لدينا مجموعة العشرين وكوب ستة وعشرين والقلق ليس كان في التركيز على بناء أفضل العالم أو الحزام الطريق بل أن من مخاطر التخير المناخي ونرى هذه التخيرات من حولنا في العالم وأيضا بسبب جائحة كورونا فإن الأمور الطبية في أفريقيا جدية ففقط 5% حصلوا على اللقاحات والتعافي من الجائحة لا يزال متأخرا أساسا كان هناك عدد كبير من الجائعين وتضعف هذا الرقم بعد الجائحة وأفريقيا سوف تتأثر كثيرا أين التركيز على ذلك؟ فالصين أعلنت لقاحات بمليارات الدولارات إضافة إلى بناء مصانع داخل أفريقيا لكي تتمكن من إنتاج لقاحها أسمح لي أن أذهب بالسؤال سيد ديفيد قبل أن نذهب إلى خبر عن Foreign Affairs سيد ديفيد خبراء يدعون اليوم القادة الأوروبيين لتطوير استراتيجية عبر الأطلس لمواجهة التمدد الصيني لماذا هذه الاستراتيجية غير واضحة حتى اليوم؟ بداية أن هناك عدة دول عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وطبعا فالتنسيق يصبح أصعب لتوصل إلى موقف مواحد عندما يكون هناك عدة دول بدلا من أن تكون دولة واحدة تتخذ قراراتها في هيكل حكومي مركزي في قمة الحزب الشيوع وبالتالي هذه العملية أصعب بكثير في الغرب لتوصل إلى استراتيجية متصدقة ومتفق عليها بالنسبة لأفريقيا أو أي منطقة أخرى من حول العالم وبالتالي هذا ليس مفاجئا نذهب لنرى ماذا جاء في مجلة فورين أفرز في إطار السياسة الأمريكية في التعامل مع الصين تعتبر مجلة فورين أفرز أن واشنطن أخفقت في التعامل مع نفوذ الصين في إفريقيا وخطتها في صد هذا النفوذ يعكس فهما محدودا كما وصفته لدور بكين العالمي وتقول المجلة أنه على واشنطن أن تدرك قوة بناء العلاقات بين الناس إن أرادت بالفعل كسب الود بينها وبين الدول النامية وأن تكون شركا مخلصا لها يمكن تعويضه عن الصين وحظت صناع السياسات الأمريكية على أن يأخذوا على محمل الجد أهمية الاستثمار في العلاقات طويلة الأمد مع المواطنين العاديين في إفريقيا بغض النظر عن أيديولوجيات حكومتهم من هذا الخبر أعود بالسؤال للسيد ديفيد سيد ديفيد ذكرت قبل قليل أن مبادرة بايدن هي أكثر للاستثمار البشري وأنها لا يمكنها أن تنافس مبادرة الحزام والطريق ولكن هذه مجلة Foreign Affairs تقول أن هناك من يدعو واشنطن اليوم للاستثمار أكثر في علاقات واشنطن مع المواطنين العاديين في الدول حيث توجد الصين كما فعلت الصين ما رأيك؟ الغرب والولايات المتحدة استثمرت بشكل كبير في الشعوب الأفريقية والمساعدات الأمريكية لأفريقيا سنويا هي حوالي 9 مليار دولار في السنوات الماضية مقارنة مع مليارين ونصف من الصين ومعظم ما يقدمه الغرب هو على شكل منح مما يعني أننا لا نصم في مفاقمة الدين في حين أن أكثر ما يأتي من الصين هو على شكل قروض يجب أن تقوم هذه الدول بسداد معظم هذه المبالغ إن لم يكن كلها وأعتقد أن الغرب والولايات المتحدة استثمرت بشكل كبير في التنمية البشرية لاستفاء الطلب في أفريقيا وكان ذلك مساعدا كثيرا الصين فعلت ذلك أحيانا ولكن ركزت أساسا على البنى التحتية من هذه النقطة أذهب بالسؤال لدكتور إنار دكتور رغم الحديث عن دبلوماسية صينية ساهمت إلى حد كبير في تثبيت أقدام الصين اقتصاديا في معظم مناطق وجودها إلا أن الحديث أيضا وكما ذكر ضيفي من واشنطن عن أزمات الديون والقروض التي تعاني منها بعض الدول بسبب المبادرة الصينية مازال دائرا لأي مدى يزعزع هذا ثقة العالم الصين وبدورها وبنوايها الاقتصادية أيضا هناك حديث كبير يدور حول ذلك ولكن دمي سموية قالت منذ سنوات في كتابها أنها تتساءل حيال التزام الغرب في أفريقيا لأن الدول التي حصلت على أكبر مساعدات كان لديها أسوأ أداء اقتصادي وكان هناك حاجة لنموذج جديد لأن أفريقيا لم تتمكن من حل مشاكلها وتحدثت عن مساهمات بتسعة مليار سنويا ولكن أين النتائج؟ على الأقل الصين بنت مشاريع بنى تحتية ومدارس ومستشفيات والبعض منها هدرة كان هناك بعض المشاريع التي بنيت من دون أن يكون لديها بالضرورة حاجة اقتصادية ولكن الصين تتعلم من تجاربها وتحسن من مواقفها وهي لم تعد مهتمة فقط بتمويل أي مشاريع تعتقد الدولة أنها بحاجة إليها لتبرز اسمها من دون أن يكون لديها جدوى أما بالنسبة للدين فهذه الدول ليست لديها الأموال الغرب لا يعطيها أموالا كافية لهذه المشاريع وهناك احتياجات بالتريليونات كيف يتم التعامل مع ذلك؟ أستمع إلى الانتقادات ولكن لا أرى أي حل من الغرب لهذه المشكلة وكما قال ديفيد فالغرب يركز على التنمية البشرية بدلا من مساعدة هذه الشعوب على تنمية نفسها شكرا لك دكتور إنار على كل هذه التفاصيل دكتور إنار تانجن الأكاديمي والخبير في الشؤون الصينية أشكرك وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن عبر سكايب السيد ديفيد هاملتون شين الدبلوماسي الأمريكي السابق شكرا جزيلا لكم قبل الختام نستعرض سؤالي حلقة الرابط لليوم إذن ما الذي تسعى الصين إلى تحقيقه سياسيا واقتصاديا من إفريقيا وتسألنا أيضا هل تعزز تلك التحركات تحالف واشنطن وأوروبا لاستعادة نفوذها في القارة بعد استفادة النقاش في هذا الملف خلص ضيفي إلى التالي تطمح الصين لتكون سباقة في مجال الاقتصاد الرقمي في إفريقيا لكسر الهيمنة الأمريكية على العالم كما أنها بحاجة لطرق تجارة وأسواق جديدة تقوم على مبدأ رابح رابح مع بعض الاعتبارات السياسية لكن بعيدا عن نموذج الأمريكي المليء بالإملاءات السياسية من المؤكد أن الخطوات الصينية ستعزز التحالف عبر ضفطي الأطلسي من أجل استعادة نفوذهما في القارة الإفريقية لكنه سيصاعب الأمر أكثر على الأوروبيين والأمريكيين مع احتدام المنافسة هذه كانت حلقة رابط لها دي الليلة أعود وألقاكم غدا بحلقة جديدة كونوا على الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة